تعمد إيران إلى تعليق جميع التزاماتها في مجال البحث وتطوير تكنولوجيتها النووية إذ تعمل على الانخراط في المرحلة الثالثة من خروجها الجزئي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في الوقت نفسه تواصل مفاوضاتها الدبلوماسية مع الجهات المعنية على جميع المستويات ما يمكن تسميته بالاستراتيجية المزدوجة في ظل الضغط الأمريكي والعجز الأوروبي حالة العجز الأوروبي بدت جلية بعدما عمدت إيران إلى زيادة احتياطاتها من اليورانيوم ورفع التخصيب المسموح به وفق الاتفاق والأخطر من ذلك هو ما تنوي إيران القيام به في المرحلة الثالثة بغض النظر عما ينص عليه الاتفاق وهو العمل بشكل خاص على أجهزة الطرد المركزي الأكثر حداثة للسماح بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وطويل الأمد وهذا ما يشير إلى أن إيران تريد زيادة الضغط على الشريك الأوروبي في الاتفاق في وقت يحاول الأخير الكفاح من أجل الإبقاء على الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وحيث تسعى الأخيرة وتحت أقصى الضغوط لإجبار تهران على القبول باتفاق جديد بشروط أكثر صرامة فيما السعي الأوروبي هو للاتفاف على العقوبات التجارية المفروضة على تهران في المقابل تتهم طهران الأوروبيين بعدم قدرتهم على تزويدها بتسهيلات تجارية على النحو المتوخى في الاتفاق النووي وهو ما عبر عنه رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي قائلاً أن الاتفاق لا يعمل باتجاه واحد فإذا لم يلتزم الشركاء من الدول الخمس بالاتفاق فإن طهران لن تضطر إلى ذلك ذلك أيضاً ما جاء به تصريح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على الدين بروجوردي الذي قال إن الأوروبيين أظهروا ضعفهم التام في مواجهة عرقلة أمريكا للاتفاق النووي وأثبتوا أنهم لا توجد لهم مكانة في الساحة السياسية